تستند لمجتمع وخيارات هذا المجتمع وثقافته وهويته هل المعارضة قادرة اليوم على التسريع أم العرقلة بالقوة التي تملكها كم من وعددها أظن بأن المعارضة حاليا عليها أن تكون معارضة يعني بناءة طبعا بناءة طبعا الأغلبية أن تمارس المساندة النقدية وقد لاحظناها في هذه 60 يوم بعد تعيين الحكومة كانت هناك بعض المنوشات من فرق أغلبية في الغرفة الأولى يعني أدت إلى بعض نقول بعض تشنوجات لكن أريد أن أقول أن الزمن الشريعي رهين بالآلية التذبيرية للحكومة يعني كما هو محدث في الدستور فصل 71 و 72 على أن تنائية المجلسية هناك مجلس النواب أو الغرفة الأولى والغرفة الثانية أن لا يكون هناك نوع من البلوكاج نوع من النشاز كما لاحظنا في الولايات السابقة أن قوانين تأتي إلى الغرفة الثانية وتبقى المعارضة أظن في الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية ولا سيما في الغرفة الأولى يعني تملكت من الخبرات من الممارسة يعني الفعل المعارضة لأكثر من 40 سنة أظن ومارسة الفعل السياسي من بعد 98 يعني حكومة التنوب التوافقي أظن أن لها من الآليات ما يمكنها أن ترقب العمل الحكومي وفي نفس الوقت كذلك على الحكومة أن تنتبه إلى عدم هضر الزمن الشريعي لأن هناك أوراش كبرى هناك مشاريع استراتيجية هناك انتظارات شعبية يعرف كذلك المنتخب أو ذلك البرلماني سواء في الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية أنه لديه مسؤولية أخلاقية أمام من انتخبوه يعني مسؤولية أخلاقية في نفس الوقت لا ننسى أنه يتقاضى تعويضا شهريا بملايين سنتيمات من جيوب المواطنين بمعنى عليه أن يقوم بوظيفته الشريعية نعم بالمراقبة وكذلك بالحضور أثناء مناقشة قوانين متعددة والمشاركة نتمنى لأننا لا في منطقة الأغلبية لا في تصراحة السيد رئيس المجلس المستشارين ولا السيد رئيس المجلس النواب أنه يكون واحد سريع للزمن الشريعي وفي نص الوقت ما تبقاش الغرفة الثانية كما كان سابقا مقبرة للقوانين ويكون هناك نوع من البلوكاج الشريعي ينتمنى أن يكون واحد انسجام واحد تنغم من أجل أن نربحوا رهان ديال التنمية نعم